ثماني سنوات من الحرب أوصلت السوريين إلى حفة الهلاك جوع وفقرة نازحون خارج بلدهم يعيشون على الإغاثات الدولية رغم قلتها وعدم قدرتها على تغطية احتياجات الجميع وآخرون بقوا في الداخل حيث لا مصدر رزق ولا فرصة عمل في ظل الاقتصاد المنهك برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يطلق صرخة تحذير وإنذار لإنقاذ ثلاثة ملايين من السوريين الذين لا يجدون ما يأكلون دعية إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة خصوصا المقيمين في محافظة إدلب البرنامج التابع للأمم المتحدة شدد على أن السوريين العائدين إلى ديارهم ومجتمعاتهم بحاجة إلى الدعم مؤكدا أنه يعمل على مساعدة هذه الفئة من السكان على إنتاج طعامهم وضمان مداخيل مادية لأنفسهم في المناطق الآمنة ويرى برنامج الغذاء العالمي أن مخاطر تصعيد القتال في إدلب ستهدد الشرق الأوسط برمته لأنه ينذر بأحداث موجة لجوء جديدة تضاف إلى أزمات اللجوء التي تعاني منها دول الجوار السوري وبحسب مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزميري دي كارلو فإن الحل في إدلب لا يكون إلا بإرادة سياسية جماعية تضع خطوطا نهائية وصارمة لاتفاق نهائي يقطع الطريق على أي معركة محتملة بين المعارضة ونظام الأسد ولا يتوقف الأمر عند إدلب إذ تحولت سوريا كلها إلى جغرافيا جوع تتحكم بها ميليشيات إيرانية وكردية تعمل على مشروع تغيير ديمغرافي أدواته تجويع السكان وقطع مصادر أرزاقهم لدفعهم إلى الهجرة وترك بلادهم وممتلكاتهم مشاريع يعمل عليها منذ سنوات عدة وكل ما يفعله العالم هو إطلاق التحاذير والإنذارات وفي أحسن الأحوال إدانات لا تسمن ولا تغني من جوع ترجمة نانسي قنقر